كما قال وزير الخارجية سمح شكري أن الاستهدافة المستمرة للمدنيين الفلسطينيين والأضرار البالغة التي شاهدناها برفح الفلسطينية تقتضي أن يستيقظ الضمير العالمي لهذا الوضع وأضاف شكري أن وصول عدد الضحايا المدنيين إلى 36 ألف وعدم تحرك المجتمع الدولي هو أمر غير مسبوق بالتأكيد أن الاستهداف المستمرة للمدنيين وما أتى من أضرار البالغة وشاهدناها بالأمس تقتضي أن الدمير العالمي تيقظ لخطورة هذا الوضع وأن يصل عدد الضحايا من المدنيين إلى 36 ألف ولا يتحرك المجتمع الدولي فهذا أمر غير مسبوق ولا يمكن الاستمرار على هذا العدد من الضحايا والمصابين واستمرار هذه الحرب